انا مسؤولة عن كلامي مرة واحدة مدى الحياة وفي العمر كله هتتخلص من تجعيد السنين بلا عودة وسواد عشرين سنة هيختفي معاك تجعيد وجلد الشيخوخة بالمكون السحري ده هيخلصك منها هيخلي بشرتك بيضة زي الاشتخالية من التجعيد والتصبغات والبقع من الحاجات الفعالة جدا جدا اللي بتخلي البشرة ترجع زجاجية وبيض التلج في اول يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بخواتي وحبيبي عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير معاكم مايا من قناة وصفات صحرية مع مايا النهاردة يا ست الكل جايبالك الوصفة اللي هي بمعنى الكلمة الانقاذ السريع لو انت عايزة حاجة تنقذ بشرتك عندك مناسبة هتحضاري فرح عندك خروجة وعايزة بشرتك دي تبقى خالية من التجعيد بسرعة الصاروخ عليك وعلى الوصفة دي الوصفة دي سريعة المفعول جدا هتديكي نتائج في اخفاء التجعيد وجلد الشيخوخة في ازالة فعالة للتصبغات والبوع بلا عودة كمان هتديكي نظارة حلوة جدا اقوى مليون مرة من حقن التبييد وحقن النظارة ابن مبدأ وصفتي لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشرق وتفعالي جارشين مسلك مني كل جديد لايك للفيديو فضلا وليس عمر مبدأين كده الوصفة سهلة وبسيطة وبمكونين فقط من عند العطار عايزة اقولك مفيش اقوى منهم في شد التجعيد لانهم من الحاجات اللي فيهم مضادات اجسادة عالية جدا بتحارب جلد الشيخوخة بتخفي التجعيد بتخفي التصبغات والبوع عايزة اقولك بمكونين هتتخلصي من التجعيد واول مكون فيهم هو المسمار او القرنفل عايزة اقولك القرنفل من الحاجات الفضيعة اللي هتسلخ لك الجلد الشيخوخة هتسلخ لك السواد وهتسلخ لك البوع والتجعيد هتبدأي حبيبة قلب تجيبي 15 حبة من القرنفل او المسمار تمام؟ بالعدد 15 حبة لان انا محتاجة ان الوصفة معايا تبقى فعالة لازالة التجعيد لان هي من الحاجات كمان اللي بتنسف التصبغات والبوع وبتفتح البشرة جدا خب العدد بقى يا ست الكل هناخد 15 حبة من القرنفل او المسمار بعد كده هنبدأ ان احنا ناخد بقى المكون الفضيع اللي عايز اقولك من الحاجات الفعالة جدا جدا اللي بتدخل في مركبات ومستحضرات غالية جدا وغيزة التمن لتفتيح البشرة وتغذية البشرة وشد التجعيد هتبدأي تجيبي الهيل او الحبهان هنا الهيل برضو هناخد منه بالعدد يعني القرنفل هناخد منه بالعدد والهيل او الحبهان هناخد منه بالعدد فهنبدأ يا ست الكل ادي اتنين اربع خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تاشر بعتاشر خمستاشر خمستاشر بالزبط حبة من الهيل او الحبهان على خمستاشر حبة برضو من القرنفل او المسمار تمام؟ طيب دلوقتي هنبدأ ناخد الحبهان مع القرنفل وهنطحنهم في مطحنة الخلط طيب افرد انا يا مايا جايبة الحبهان والقرنفل مطحنين هيبقى بمعدد قد ايه؟ هيبقى بمعدد لو هتحطيهم مطحنين هيبقى معلقة صغيرة يعني ممسوحة من القرنفل ومعلقة صغيرة ممسوحة من الحبهان لكن الافضل ان انت تطحنهم بنفسك في البيت عشان يدوكي فعالية حلوة عشان تضمني برضو ان هم خام مش متغشين او فيهم اتربة او فيهم سوق تغزين هبدأ اطحنهم وهرجع لكو تاني بصي بقى يا ست الكل اهم يعني هم الاتنين بمعدد معلقة كبيرة هرمية من مطحون الحبهان وكمان القرنفل تمام؟ عايز اقول لك ريحتهم حلوة قوي عايز اقول لك كمان عايخلوا بشرتك تتنفس حرفيا تحس ان انت كانت زي الوردة المغمطة كده وهتفتح معاك هتبدأي باية ست الكل تجيبي اي طاصة او اي كانكة متوفرة او برات صغيرة اي حاجة تقدري ان انت تستخدميها وهبدأ ان انا انقل فيها بودر الحبهان وكمان القرنفل بعد كده بس كل اللي احنا هنحتاجه نص لمونة يعني بمعدد معلقة صغيرة من عصير اللمون وهبدأ ان انا احصر عصير معدل معلقة صغيرة من عصير اللمون بالشكل ده وممكن تستخدمي كشور الليمون لو انت بشرة بتتحسس من الحامض نفسه بتقدري تستفادي من فيتامين سي الموجود في الليمون لكن في الكشور بعيد عن الحامض نفسه لو انت بشرة حساسة هنبدأ ناخد كباية الا ربع بالحجم ده كباية الشاي العادية هي نفس الكباية اللي هي الشوب بتاعت المية عشان كبيرة شوية فهتغدي كباية الا ربع من المية مش هتقطري عن كده تمام؟ وهتبدأ ايباية ست الكل الوصفة شايفة سهلة وبسيطة ازاي بمكونين فقط لكن نتيجهم مش قادر اقولك قد ايه فضيعة هتبدأي تغدي الاعشاب بتاعتك وهترفعيها على النار بعد ما هتبدأ تغلي هتوطي النار تعدي خمس دقايق بالزبط على نار هادية ويفضل ان انت تغطي الحاجة اللي انت هترفعي هتحطيها على النار فيها علشان البخار ما يفقدش برضو فوائد ونقدر نستفاد من الفوائد بتاعتي كاملة هرفع على النار حبيبة قلبي ونكمل الوصفة معا بعد بصي بقى حبيبة قلبي المكونات معاي غالت تماما اهيه ونزلت كل الفوائد اللي فيها الميا بتاعتي نقصت حاجة بسيطة خالص وعايز اقولك الحيطة حلوة جدا جدا هتبدأي بقى حبيبة قلبي تعملي خطوة والخطوة دي مهمة جدا يعني ما ينفعشي ان انتي ما تستخدمهاش او تستغني عنها هنبدأ ان احنا والمكونات بتاعتي لسه سخنة كده عادي جدا ان احنا نبدأ ان احنا نصفيها خالص اهو طيب هتبدأي بقى حبيبة قلبي تجيبي معايا هنا تجيبي معايا طبق وهتبدأي تصفي او تبدأي تغذي التفل اللي موجود بتاع الهيل وكمان الحبة هنوي القرنفل التفل ده احنا محتاجينه في حاجة مهمة جدا ما ينفعش ان انتي تستغني عنه لان الحاجة اللي انت هتعملي بيها او الوصفة اللي انت هتعملي بيها اه بتفل اللي احنا كنا هنرمي ده حاجة هتوفر عليك مشوار كبير جدا جدا في مراكز التجميل وقلوفات كنت هتدفعيها وهتعمليها في دقايق وهتحصلي على النتيجة اللي كنت هتحصلي عليها لو رحتي دفعتي مبالغ باهزة التمن في مراكز تجميل عالية فهبدأ ان انا اركن شوية تفل الهيل وكمان القرنفل بالشكل ده وبقى عندنا مية مغلي الهيل او الحبهان وكمان القرنفل المية دي هنستخدمها بطريقتين او بحاجتين اول حاجة حبيبة قلبي هتبدأ ان انت تغدي فنجال الا ربع من المية بتاعة الهيل المغلي وكمان القرنفل علشان دي حاجة مهمة قوي عايز اقول لك بمكونين هتتخلصي من التصبغات ومن البقع ومن السواد ومن التجعيد كمان هتخلي بشرتك تبقى مراية وبتبرق من البياض والنعومة هتبدأي تغدي منقوع او مغلي الهيل والقرنفل وهتحط عليهم فقط معلقة من جل الصبار او جل الالوفيرا تكون معلقة كبيرة او معلقتين صغيرين طبعا ده جل صبار مصنع يعني موجود في الصيدليات او عند اي حد بيبيع مستحضرات تجميل لكن لو عندك جل صبار طبيعي تقدر ان انت تستخدميه طبعا يبقى حلو قوي انا مش محتاجة غير معلقة كبيرة من جل الالوفيرا حد ان انا اقلبه مع المية بتاعتي بالشكل ده لان المكونات اللي معي فيها زيود طبعية مناسبة لجميع انواع البشرة على فكرة التلات حاجات اللي احنا بنعملهم مع بعض النهاردة دولة مش هتستمر عليهم لفترة طويلة عشان تحصولي على نتائج هتلاقي نتائج منهم ان شاء الله من اول يوم تاني حاجة مناسبة لاصحاب جميع البشرات سواء بشرة دهنية جفة مختلطة تقدر تستخدم الوصفة هنا بعد ما دوبنا معلقة من جل الالوفيرا او جل الصبار هنبدأ ان احنا نركن الوصفة معي لحد ما تبرد تماما هيتنقوا مع بعض المدة تلاتين دقيقة قبل الاستخدام وبعد كده هتستخدميهم ازاي هنبدأ بقى ناخد حبيبة قلبي ميت او مغلي بقية الاعشاب بتاعتي وانا المية دي انا مش احط فيها غير مكون واحد انا بحاول برضو اسهل عليكم الوصفة ما تبقاش فيها مكونات كتير عشان تقدروا ان انتم تعملوها وتشوفوا بنفسكم قدقينة تايجة هايلة على قد ما هي بسيطة هبدأ اخد معلقة هرمية صغيرة من النشا او الكورنفلاور وهبدأ ادوبه كويس جدا على مية المغلي الاعشاب بتاعتي وهم عشبتين فقط ما حطناش اكتر من كده هبدأ ادوبها كويس اوي بالشكل ده بحيس ان هي تدوب حتى لو سخنة ما فيش فيها اي مشكلة مش لازم تبقى برده علشان ادوبها فيه مية مغلي الاعشاب بعد كده بقى ست الكل هنبدأ نجيب التاصة او الحلة او الكزرولة او الكامكة المراد اللي انت هتستخدميه وحنبدأ ان احنا ننقل فيه المية بتاعتي وهتبدأ ان انت ترفعيه على نار هادية جدا تقلبتين تلاتة هيدينا قوام كريمي عشان نعمل كريم اللي هي الو القرنفل لمحاربة الشيخوخة وشد البشرة وتفتيح البشرة هنبدأ نرفعه على النار وهرجع لكم تاني اهو حبيبة قلبي وشايفة جمال الكريم عايزة اقول الكريم رائع هتبدأي تستخدميه لرقابتك لتجعيد رقابتك تجعيد ايديكي التجعيد اللي تحت عناكي عايزة شد عميك لبشرتك هتبدأي تستخدمي الكريم ده عايزة اقولك حاجة كده في منتهى الجمال والروعة كمان الحرقة اللي احنا هنعملها دلوقتي هتخلي الكريم يحتافز بالليونة بتاعته الفترة طويلة مش هتحسي ان هو جمد منك لا الحرقة دي هتخلي الكريم معاكي يبدأ ان هو يبدأ سايل كده على طول حتى لو ركنتيه ما يبدأش يجمد منك او يبدأ يتكتل منك هتبدأي بعد ما ترفعي من على النار على طول هتبدأي تعود يتقليبيه لحد ما يبقى دافي معاكي هنا الحرقة دي بتبدأ تخلي الكريم يبقى لين معاكي خالص بالله عليك يا حبيبة قلبي الله يسعد قلبك يا رب حطيه لايك للفيديو الله يسعد قلبك حبيبة قلبي ما تستخسريش فقطك اللايك وشاير الفيديو لصحابك عشان يستفادوا وكمان ما تنسيش تصلي على سيدنا محمد في الكومنتين حدى ان انا اقلب لحد ما احس كده ان هو سايل معي اصحاب البشرة الجافة فقط الجافة فقط هتستخدمي يا اما زيت زيتون يا اما زيت جونسون واللي متوفر عندك هتستخدمي اصحاب البشرة المختلطة او الدهنية هتبدأي تحطي معلقة صغيرة خالص من زيت اللوز الحلو وهبدأ ان انا اقلب كويس طيب لو انا بشرة جافة ومش بحب زيت الزيتون او زيت جونسون مفيش مشكلة زيت اللوز الحلو مناسب لجميع انواع البشرة وممكن ما تحطيه زيوت خالص ممكن تستكفي بالوصفة كده لو مش حابة زيوت ولكن انا بحب في وصفات آآ شد البشرة يبقى فيها مرتبات عالية طيب كده احنا خلصنا الكريم وتقريبا خلصنا السيروم وهقولك هتستخدميه ازاي الكريم ده هقولك تحتافز به ازاي وهتستخدميه لمدة قد ايه وكمان هتستخدميه ازاي بالطريقة الصحيحة علشان يديكي نتيج هيلة هنا بقى هبدأ ان انا اخدت التفلي بتاعي اللي هنعمل بيه طريقة عايز اقولك فضيعة هتوفر عليكي نتي مستحيل لو جربت الطريقة دي تروحي المركز تجميل تاني تعملي اي حاجة لا تنظيف ولا حقا تبييد ولا ابر نضارة ولا ان انت تعملي تنظيف عميك ولا تقشاري بشرتك عايز اقولك المكونين دولا هنعمل بيهم حاجة فضيعة هتبداي ست الكل تجيبي كوباية وفيها ربع الكوباية ميا عادية خالص وبفضل تكون ميا مت فلترة من الفلتر يعني ما تكونش ميا اا يعني تكون ميا معدنية ميا من الفلتر غالتيها وبردت خالص يعني تكون ميا مش من حنافية مباشرة عشان ما تكونش فيها اي مكروبات بعد كده هتبداي تجيبي نص لامونة وهناخد معلقة صغيرة من عصير الليمون بالشكل ده على ربع كوباية الميا فقط وممكن تضيفي عليها معلقتين تلاتة كده من مياه الوردة هتبقى حلوة قوي لو مش متوفر عندك هتستغني عنها وهتستخدمي المياه بالليمون كده عادي تمام بعد كده هبدأ ان انا اجيب الخميرة خميرة الخبز خميرة الفورية مش خميرة الحلويات هي شكلها كده انا مش هيخد منها غير معلقة صغيرة وهبدأ ان انا ادوب الليمون مع الخميرة عايز اقول لك الليمون والخميرة دولة لوحدهم كنز لبشرتك من غير اي حاجة بيدوك نقاء وصفاء وبياض راهيب للبشرة انا محتاجة هنا بقى ان انا ادوب او اقلب على قد ما اقدر الخميرة مع الليمون وكمان المياه بتاعتي ممكن تستخدمي مياه دافية بس الافضل ان انت تستخدميها برده خالص وهبدأ ان انا اقلبه بعد ما قلبتهم كويس قوي هبدأ بقى ان انا انزل بهم على باقي التفلي بتاعي وافضل اقلب كويس لحد ما اتأكد ان الخميرة ما فيهاش اي تكتلات هي الخميرة ريخمة شوية في موضوع التكتلات لكن مع التقليب هتبدأ ان هي تفك معاكي انا بعمل معاكي بمكونين حاجة والله العظيم مش هتحتاجي بعدها تعملي اي حاجة ببشرتك حتى الميكياج اللي كنتي بتداري بيعيوب بشرتك مستحيل هتستخدميه بس الافضل انت تستخدمي الوصفة بنفس الطريقة وشوفي بنفسك نتائجة ان شاء الله هتبقى معاكي عاملة زي هنقلبهم كويس قوي الشكل ده لحد ما اتأكدنا كده ان الخميرة ما فيهاش اي تكتلات بس كده يسبت الكل هتبدأ يتسبيهم منقعين مع بعض ربع ساعة وبعد كده هتستخدميهم بعد الربع ساعة هنبدأ نصفيهم وهوقولك هتستخدميهم ازاي تعالي بقى اقولك اول كريم معاي الكريم ده بتحتافز بيه في في علبة زوجاجية نظيفة ما فيهاش اي ميا بيقعد معاكي اسبوع بتبدأي مبدئيا كده تتهني على بشرة نظيفة خالص تحت العنين في الرقبة وفي الجبهة واي تجعيد موجودة في بشرتك بتبدأي تعملي تدليك بالكريم بالشكل ده دي خطوات لازم تعمليها ورا بعض بتبدأي مبدئيا الاول تعملي خطوة الكريم انت بتعملي شد فعال لبشرتك اقوى من البوتكس والفلر لانها فعالة جدا جدا بنسبة مية في المية ان شاء الله هتبدأي تتهني كده وهتسبيها لمدة خمسة وعشرين ديئة لا تقللي عن خمسة وعشرين ديئة ولا تزاودي عن خمسة وعشرين ديئة خمسة وعشرين ديئة بالصبت في مكان هاوي واوعي تعراقي وانت حتى المسك لازم تكوني قاعدة في مكان ما فيهوش اي حاجة تخليك تعراقي يعني واضي في مكان يكون بارد سواء مروحة او تكيف وبعد كده هتبدأي تشيلي عن طريق الفرق او تخسلي بشرتك على طول هنخسل بشرتنا بايه بالمية العادية لا هي سخنة ولا هي دافية تمام بعدها مباشرة بنجيب السيروم بتاعنا ده بنحتفظ به في التلاجة وبنستخدمه يوميا قبل النوم بنبدأ نجيب السيروم معايا وبنبدأ نجيب اي قماشة قطنية وبنبلها بالسيروم وبنبدأ ندعك ندلك بشرتنا السيروم ده لازم يكون سائع عشان تيجي تستخدمي يغلق عندك المسامن مفتوحة ويعالج لك حفر الوجه ويبدأ يشد بشرتك ويفتحها بعد ما بتدلكي ببشرتك بعد ما بتخسلي من ده على طول تمام بتبدأ ان انت تستخدمي المسك ده هتستخدمي حبيبة قلبي آآ يوميا لمدة تلات ايام وبعديها يوميا لمدة تلات ايام السيروم ده وعايز اقول لك في خلال تلات ايام بصي على بشرتك من اول يوم وبعد كده شوفيها في تلات يوم هتتغير مية وتمانين درجة ومن اول يوم كمان هتلاحظي فيه فرق يعني مش هقولك من تلات ايام مش هتحسي لأ من اول يوم هتحسي بتفتيح عميق هتحسي ان السواد اللي في بشرتك والحفر بتبدأ تتشال هتحسي ان جلد الشيخوخة والتجاعد معاك بتبدأ تتشال وكمان هتحسي ان بشرتك باقي بتتنفس وتحسي ان هي مش متأكسدة خالص ومنوره تمام طيب دولة كده مرتبطين ببعض لكن ده اضافة كانت مني لكم ده لو انت صفتيه وحطتيه عمدك في زجاجة واستخدميه غسول يومي ليكي عايز اقولك هيديكي نتائج هايلة ده غسول لتنظيف البشرة اقوى من اي تنظيف هتعمليه في اي مركز تجميل عالي انا بتحدى اي حد تجربي الغسول ده ترجيه ممكن تستخدمي كمان معامة علاقة من اي نوع غسول نظيف انت بتستخدميه لو عايزة رغوة لو مش عايزة رغوة هتستخدميه من غير رغوة تبدأي تصفيه وتبدأي تدليكي بيه بشرتك كويس جدا جدا يوميا قبل ما بتنامي غسول ليلي مش غسول بالنهار او الصبح كل يوم قبل ما تنامي اقودي بقى دليكي بيه بشرتك واخسلي ببشرتك سيبيه ربع ساعة وبعدين تشوفي بشرتك بالماية بس بشرتك هتزيق من النظافة هتفتحها جدا هتنظف نظافة وهتحس ان فيه اوساخ واوساخ سنين بتطلع من بشرتك هتحسي كمان ان الرؤوس السوداء والبيضة بتطلع من بشرتك جربوه وما تنسونيش دعوة خير اشوفكم على خير والسلام عليكم